السلام عليكم ادراري. مرحبا بكم بفضل فيديو اللي سيكون مهم دل بالصح بحيش ان الخبير دل بيتا سبور شبك العالمية وايضا لعب سابق دل ليفر بول ستيف ماكنا مامان. صراحة شان سميته ومرائدة دل بالصح. قلت اغرب ززل مهم ما اعطولي ستيف. قال تصريح موتير عن امكانية قدوم هازارد جناح العالمي كان مع تشلسي بحيش قال كلام مهم عليه وقارنه بزياش وهافردز كلام مهم قالوا انا بدأوا في تصريح ديالو. وعندريكم واحد سؤال ايضا ووصل في فيديو المهم على حاكيم زياش نبدأوا بالتفاصيل واشنو قال الخبير العالمي ستيف. بعدما افاد موقع الناصيونال ان هناك محادثات غير رسمية مبين تشلسي ولاعب ريال مادريد هازارد خرج اليوم هاد الخبير وقال هاد الصريحات هناك دولة هازارد بحيش قال لم يكون حتى ليضمن ما كان في تكل الاساسية الحالية لتشلسي. انه اكبر بسنتين مما كان عليه عندما غادرت تشلسي وتراجع مسواه. كان العام الاخير له في تشلسي رائعا. لكن بسبب الاصابة لم يصل الى تلك المرتفعات مرة اخرى. لم اكن لاظن انه سيكون نوع اللاعب الذي سيلعبه تشلسي في الوقت الحالي. يعني من ناسبه مش حاليا والاسلوب دلعب تشلسي. وهنا في دول حاكيم زياش وهافردز بحيش يتقل. لديهم حاكيم زياش وكاي هافردز وتيمو فيرنر والان روميلو لوكاكو. انهم لا يحتاجون اليه. على هازارد. يعني ما اللي جبت حاكيم زياش وهافردز ولوكاكو وفيرنر يعني اهم اللاعبين بالنسبة للخبير دا. وبالتالي قال باللي عنده ملاعبين كبار. محتاجيش تلاعب حال هازارد. يعني كلام مهم. والسؤال اللي بات نقول لكم الخوش. واش زياش غادي لعب اساسي غدا ان شاء الله. امامه نورويج سيتي. بعد ما ملعبش اخر مباريات ضد برندفورد وايضا الماس الاخر في الشابيونس ليج. ضد مالمو. اشبه لكم الخوش. بالنسبة لي اكا نقول بلا غادي لعب اساسي. او لا غادي دخل شوطاني. ضروري. لا محال. بحيش تحليل مقاوش بزاة اخشيارات عن دخل ومعاتله. بولي سيتي اوروكاكو واللاعب فرن. هذا مكان ليلة سعيدة.